مش صريف قوي من أساسه شوف هدريتك هي بش 30 سنة ولا هي من الناحيتين 60 سنة آه مصر بتحكمها من 7000 سنة قوة عسكرية وقصادها قوة سلطة دينية وقصادها قوة أجنبية أو عولمة يعني 3 سلطات دول قاعدين يصارهوا على الشعب المصر والشعب فين طيب والشعب بقى مش عارف يطلع دلوقتي لأول مرة في لحظة إن العولمة مع الأصولية الدينية والسلطة الدينية مع السلطة العسكرية يتوازنوا مع بعض والشعب عنده أمل إنه يطلع هل بيتصارعوا ولا بيتوازنوا يتوازنوا ويتصارعوا طبعاً يعني أنت لما تشوف تصارعوا لحد عايز يكسر محدش فيهم عايز يكسر 100% يعني محدش فيهم يطمع في إنه يكسر 100% لا العولمة وهي قوة قاهرة ولا الأصولية الدينية وهي قوة قاهرة ولا القوة العسكرية وهي قوة قاهرة عندها الطمع ولا الإحساس إنها تقدر تكتسح السوق لوحدها دلوقتي الأول مرة في التاريخ فعشان كده الشعب ابتدى يطلع الشعب عنده أمل إنه يطلع إحنا بقى كسياسيين علينا إن إحنا يعني نسايس تلات أخوة الخشمة دي عشان نسمح للشعب طيب يا فندم فعلاً ليه دايماً الشارع وصلوا فكرة إن السياسيين والأحزاب في حتة والشعب كله في حتة تانية خالص شوفي ليه 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 ما فيش الواصلة مركز الأهراب للبساط للسراتيجية أنا ما ينطلقش على كل الأحزاب أوكي يعني في أحزاب قدر تعمني بساعة قاعدة حولية في أحزاب بساعة أرضية لا بس فعلاً الناس حاسة إن الشعب في حتة وإن كل أحزاب السياسية وكل أحد بيحاول يدور على مصلحة أنا بني إلا حضر لك ووجد نظر الشارع أنا بقى ما يدخلوا مع بعض لا خليني بس أقول لحضر لك حاجة أنا بني إلا حضر لك ووجد نظر الشارع يعني يمكن ده اللي بيتقال إن مطلقنا على الحتة والأحزاب في حتة والشعب كله في حتة تانية المركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية عمل دراسة مع طرف دراسة دنماركي مصري تعاون وما المركز الأهرام عملوا دراسة قالوا إن 70% من الشعب ده في نص رمضان هيصوت للانتخابات اللي جاية دي مش بناء على الأحزاب بناء على المرشح 30% هيصوت بناء على الأحزاب ده تقدم يعني ده قبل كده كان 10% بناء على الأحزاب ف30% بناء على الأحزاب منهم نصهم قالوا وقتها هيصوتوا لأحزاب التحالف الديمقراطي من أجل مصر وتلتهم قالوا هيصوتوا لأحزاب وطائرات الكتلة المصرية من الثلاثين في المية فال70% دول يعرفوا المرشحة بس اللحظة في اللحظة دي إن عدد كبير من المرشحين يعني سواء التحالف أو الكتلة بيكتذبوا مرشحين اللي هم فاهمين سياسة شوية عن كده لحظة ما تقولي إن 80% من الشعب عارف أحزابه والأحزاب عارف التنظم الشعب بدأ نجاح بدأ نجاح مسائل مختلفة عن القمع الديني وعلى القمع العسكري يعني لسه الشعب مستني حد يقمعه يا عسكرياً يا دينياً طيب خليناً كان فيه مطلب برضو من المطالب الأساسية وهي إن الانتخابات تكون بقائمة نسبية بدل التلت والتلتين المطلب ده وصل إيه؟ مع المجلس الأحمر في الاجتماع هو ده الخط الأحمر بتاعهم هم مصررين إنه هتبقى يا رب يا رب إحنا كل القوة على كل جمعين بالسياسية عندها اقتناع إنه القائمة النسبية على الكل يا فندم خلينا بس أرجع بس النقطة تانية يعني ده معناه إن مفيش تعديل في قانون الانتخابات لا فيه تعديل حكاية المادة الخامسة المادة الخامسة بس دي عشان الفردي بس أنا بتكلم على المطلب الأساسي هو الانتخابات بالقائمة النسبية ده مش هيحصل فيه حاجة يعني لا يبدو لي يعني فيما تواهم إن فيه عمل كبير في النقطة ترشيح يوم اتناشر طب ده خلاص يعني ما ظنش إنه فيه عمل كبير في النقطة دي وده مطلب أساسي مطلب أساسي ده مطلب أساسي جدا لنا كلنا وللشعب كله لإن إحنا كشعب كمان محتاجين يعني حضارك بتقول يوم اتناشر إحنا إحنا كشعب محتاجين توعية نلحق نعرف إزاي نختار المرشح بتاعنا إزاي نختار الأحزاب بتاعتنا دي مش توعية دي عبرية تاخد وقت التوعية دي برضو كلام كلام إن حد يعني عنده يعني بيفهم حد حاجة إحنا في مرحلة دلوقتي بنقول إن إحنا كلنا بنفهم مع بعض بنتعلم ده صحيح فده كلنا نتعلم من بعض إنما اللي حضاري بتقولي عليه ده إنه يبقى فيه تعريف بالطريقة اللي بتجرى بيها الانتخابات زي أي طريقة أنا ما كون مثلا بطبخ بطاطس فبقى روح أعرف من حد بيطبخ بطاطس إزاي إنما إن حد بيوعي حد لا إحنا شعبنا بيعرف يعني عندما يوضع فيه محاك ويشعر ويشعر فعلا بأنه علي مسئولية ويشعر بأنه دوره أتمنى يا فندم أتمنى أقبل مالح عشان تزيفه السكر والكلام ده كله توصل له قيمة لا دي حتظل موجودة يعني دي ما فيش حاجة فيش حلول سعرية يعني ما فيش حاجة بتتغير 180 درجة إنما إننا بنئيس بإيه بنئيس بحجم التقدم اللي بيحصل قد إيه درجة التقدم فيه انتخابات ممكن تحصل فيها تقدم 50% اللي بعدها يبقى 70% إنما المهم إن إحنا نبتدي هذا المصار أكيد وهذا المصار الناس لما بتوضع بقى على المحاك لو شعروا فعلا واقتنعوا لأصواتهم دي لها قيمة زي ما حصل في الاستفتاء يعني اللي حصل في الاستفتاء إن الناس كانوا لسه في زخم الصورة ونتمنى أن يكون ده موجود أو جزء أجبر منه موجود ولذلك أقبلوا على الاستفتاء فيه ناس رأيها بستها مش عارف مين بيعمل إيه ومين بيعمل إيه دي مسألة تانية إنما إنه نهمني إنه الناس تروح أكيد تدلي بسطها وتصر على الاقتراع وتصر وتقتنع أن صوتها ده هو اللي ممكن يغير أو ما يغير طيب شؤال يعني بمتال بساطة حضركم متفقلين بالمرلمان اللي جاي وبالانتخابات اللي جاية هو إن شاء الله إن شاء الله ما يحصلش زي ما حصل في الاستفتاء ويتم طرح ورقة استقطاب الديني والمتاجرة بالشعارات الدينية اللي كانت وهمية وقتها البرلمان أفضل بكتير من كده لنم حدش هيقدر يقولك ده كافر ولا لا يقولك ده الحج عبد الفتاح اللي بيصلي معايا في الجامعة زي تقول عليه عليه استدالي برالي كافر ومش عارف ايه لا أنا عارفه وعارف ولاده والرجل ده بيصلي ويصوم ويزكي فهيبقى صعبة طرح الورقة الغير شريفة دي يعني في اللعبة في اللعبة دي المرات إنما أنا حاسس إنه الانتخابات اللي جاية أيا كانت إن شاء الله هتكون خطوة لقدام بشرط وأنا بأناشد الدكتور وحيد وبأناشد زملائي في التحالف وزملائي في الكتلة إن احنا نتفق على كيفية تأمين الانتخابات من العنف والبلطجة وتأمين الانتخابات من استخدام الشعارات الدينية بشكل خاطئ وتأمين الانتخابات من استخدام المال والعنف والبلطجة اتهموني أكتر حاجة يعني إكنا كنا قلنا إنه بدون تحقيق الأمن لا صح تعمل الانتخابات هاي بخلاص مضطرين نخش الانتخابات لكن ممكن مئات وربما يعني لا سمح الله وحيش لله إنه ألاف يسقطوا نتيجة البلطجة فلازم يبقى فيه تعاون ما بين القوات المسلحة والشرطة والشرطة العسكري ولجان شعبية لجان شعبية من القوة السياسية كلها توقف معاهم لأن شوف الشرطة والقوات المسلحة مش هيعرفوا يليموا الدنيا إحنا الكتلة والتحالف وكلنا لازم نقعد مع بعض ونقول فيه بروتوكول دلوقتي أمني ولأ ولجان الشعبية من القوة السياسية مهمة جدا ها طبعا كده ويمكن كمال وحا تكون وعية هو يوم الانتخاب ما فيهوش مشكلة يوم الانتخاب ما هتش هادر يميل فيها هو لما يؤدي المشكلة المشكلة في الحملة الانتخابية لأنه طريق تقسيم الدوائر هتعمل من غير بلطجة ولا حاجة هتعمل صراعات بين عائلات وبين عشائر وعائلات هي كانت أصل متعودة طريقة تقسيم الدوائر معمولة بطريقة غشيمة جدا فهتخلي الصراعات العشائرية والعائلية في الدوائر الريفية هتخليها أكثر عنفا من قبل كده إنما على مستوى يوم الانتخاب يوم الانتخاب الضمان الأساسي فيه هو أقبال الناخبين عدد الناخبين اللي موجود سريعا جدا في فرق بين لجنة كل اللي بيروحوها طول اليوم خمسين ستين ناخب وفي لجنة طول الوقت واقف قدامها متين وتلتمين وتلتمين ده يتغير ده كان قبل الصور وتلتمين وتلتمين وجود هذا العدد من الناخبين أمام لجنة الانتخاب هو أكبر راضع للتدخل فيها من جانب أي طرف وحيبقى 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 فيه شباب الأحزاب المشاركة في الانتخابات موجود والقوة سياسية قانون العزيز سياسية ساعد سياسية 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 لأنه البلطاجية بتوع الحزب الوطني المنحل يعني هم الأكثر تمرصا من جميع البلطاجية بالضبط أكيد حالك بس كان عن موضوع الأعداد بس فيه دوائر يا فانت بيبقى فيها أعداد يعني دوائر نفسها في التأسيم نفسها بتبقى الخطأ أن فيه دوائر فيها ملايين وفيه دوائر أخرى ما فيهاش إلا ألافات فبرضو ده ممكن يأثر في عملية حالك زي ما بتقول الأقبال هو المفروض أنه العبرة مش بالدائرة العبرة باللجنة يعني عدد اللجنة فسياسية أنت عندك أن الدوائر بتتفاوت عدد الناخبين فيها إنما اللجنة هيبقى المتوسط العام للعدد الناخبين في كل لجنة ألف فألف كتير كمان يعني لو قدرنا لو قدرنا الحق أو يبقى هاي عن المتاع إنما عشان يبقى فيه زحمة يعني أنا أفضل أن يبقى فيه زحمة أمام لجان الانتخاب لأنه دي تأترضى على أي حد من التدخل وجود 200-300 واحد طول الوقت وقفين منتظرين أنهم يضلوا يضلوا بأصواتهم ده يمث الرادع لأي حد لكن المشكلة الأساسية هتبقى فيما قبل يوم الإختراف هو يعني الكلام الكلام في منظوره زريف جدا بس يعني في الواقع ربنا يسطر ويسهل ويبقى كده الكلام ممكن خمسة يسبتوا خمسمية عادي أنا مش عارفة لي مع إن لا لا مش يعني أنا شايف أن كل المطارب الكلام ده في قطع طريق في بتاعي والله يعني حان شوف عادي بس حاجة وحي شوفنا أصلا لما كانت الانتخابات لما كانت ما كانتش انتخابات شوفنا برضو أكتر من كده وكتبتنا الشرطة في عزها وكتبتنا اتخابات يفندم أنا عندي بس حاجة وحيدة بس عايزة عندي حاجة وحيدة المرة الوحيدة اللي الناس راحوا حاولوا يروحوا فيها انتخابات في 2005 كان الأمن هو اللي بيمنحهم من وصول انت أن نوصول يفندم يفندم أنا بس يعني أنا بس بضم صوتي لصوت حضراتكم إنه إحنا كلنا عندنا مخاوف وكل مخاوف دي يعني وسط للمجلس العسكري وكل مخاوفنا متهالي واحدة وكل مطالبنا كلها واحدة مش عارفة ليه مش عارفة ليه في حد تاني واقف ما بيننا وبين المجلس العسكري لإن إحنا كلنا متخاوفين من الانتخابات اللي جاية وده صحيح وواضح وقلقانين من الأمن لإن لحد دلوقتي مفيش أمن القانون العزي لسا ما تطبقاش الطوارق لسا موجودة يعني حتى اللي المحاكمات العسكري لسا برضو الحاجات مفاشرة فيها قوي فإحنا محتاجين نفهم لإن البرلمان اللي جاي حيشكل حاجات كتير جدا لي نحن كمصريين ولين نحن كشباب فمن حقنا نكون القانين فليه وممكن نشكل لو ممكن ما يشكلش يعني وحيتوقف على تركبته يعني لو جي برلمان مفتت خالص ما فيهوش أغلبية مش كلمش على أغلبية الحزب ما فيش أي حزب هيجيب يعني حتى 25% إنما إنما لو فيش أغلبية لكتلة على بعضها في هذه الحالة هيبقى برلمان تقريبا كأنه كأنه غير موجود يمكن إحنا متشاهمين سيبقى حضرك متفاعلين لا أنا عندي إيمان إنما هتفاؤل أنا ساعات تتشائم وساعات تفاعل أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا إنه إن إحنا قدام مجلس حسكري هو ليس بطبيعة قوة ثورية فهو مش قادر ياخد مثلا قرار خلينا عادة هيكلة الشرطة عارفة حكاية ثمانين ألف زابط اللي شلون في جورجيا في يوم واحد صبح 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 شلوا ثمانين ألف قعدوهم في البيت وجابوا شرطة جديدة بدون إجراءات بدون إجراءات جزرية كده مش هيعود الأمن وبدون ما يعود الأمن مش هنلاقي فلوس علشان ندي للناس يعني هو اللي معطل الناس في السياحة مش الإضرابات والاعتصامات اللي معطل الناس إنه ما فيش أمن ومش هتعرف تجيب أمن والجهاز الشرطة في الحالة اللي هو فيها دي جهاز الشرطة بيحتاج تأهيل نفسي عادة هيكلة وبناء سوري وإقصاء طبعا لأراصل ده نطلب أكثر من متألة احنا مطالبنا أمن عيش حرية صحي احنا كل فات ده بنتكلم في الحرية لكن الأمن والعيش عند رجل الشارع أهم أكيد وأنا بطالب مع رجل الشارع الآن إنه يحصل خطوات فوريه سنة خبرة وده سنة سياسيين وبنترحها من مايو فواحد أمن اتنين عيش تلاتة حرية لا أول حقيقة من غير الناس ما يتمسكوا بحريتهم لا حيبقى عندهم أمن ولا عيش حرية نمرأ واحد لازم الناس يعرفوا إن الحرية اللي انتزعوها دي لو فرطوا فيها ممكن حيجي لهم أمن بس أمن عليهم مش ليهم أمن زي اللي كان موجود وبشرعية بقى بشرعية حيبقى بدون خرية حيبقى عيش حاف وأمن لقمع الناس مش أمن لحماية الناس نتمنى أن لأ يا رب لأ يا رب لأ دكتورة عاد المجيد الخبيب وفيش حد بير جالو يا رب يعني يا رأي قالت الدكتورة عاد المجيد الخبيب مكز أهرام للتستراتيجية ورئيس لجل التنسيق والانتخابي بالتحليف الدموقراطي ومشكركم جزيلا أيضا أساز إيهاب خراط عضو المكتب التنفيذي للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي أيوة شكرا جزيلا يا فدم نورتونا ويعني في الآخر حنا كنا نتفكرين على حاجة واحدة بس الهدف هو مصر بلدنا بلدنا فعلا ننتفق كلنا عشان تكونوا مصرحها الواحدة يعني يمكن يعني ممكن الناس تقولون هي كليشي بس هي مش كليشي لأنها فعلا حقيقية دائما دائما مضخص كل جملة وكل دقاش في الآخر طيب نروح بقى نروح بقى نشوفكم إن شاء الله بكرة وكروع مل جديد نهارك سعيد سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة